بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فضيحتان كبيرتان في الكيان الصهيوني منهم واحدة يا أخي كأنها خيال فعلا تتخيل أنه عدو الله النتنياهو بيقتل الجنود بتوعه واحد يقول لك ابتل لطيف ازاي يقتل الجنود بتوعه هقول لك أولا ده قانون معمول به اسمه قانون هاني بعل بس كل البلاوي والفضائح طلعت الوقتي فالفضيحة أنه بيقتلوا الجنود والفضيحة التانية أنه ده قانون معمول به وبعد كده تشعر أنه هناك عملية توريط وتوسيخ لقادة الكيان الصهيوني هناك لدرجة أن المتحدث باسم الجيش عام الخطاب مش عارف يقول أي حاجة واعتداءهم على المستشفيات بالذات مستشفى الشفاء وبعد كده طلع مش لقين حاجة في الداخل وحتى لو فرضنا أن هم يحط سلاح ويقولنا مسكنا السلاح هذا هم تكلموا عن أن بعض الرهائن هناك وتكلموا عن أن في جنود لحباس هناك يعني متورطين توريط جامد وفعلا في يعني هم كلهم في مهاب الريح لسه الموضوع مش مختصر عليهم مختصر كمان بقى على مين اللي طلع القانون بتاع هاني بقى وعلى أي أساس طلع وكيف هو يعني ظل في طيل كتمان فترة طويلة وكيف الناس ما خدتش خبر بي وكيف تفضح النهاردة دي أبو الشباب الأحداث اللي شغالة الوقتي فركز معايا عشان نناقش بعضها أو ما أمكر منها وجزاكم الله خيرا وإوعاتنا مني من فضلكم اقرأوا التعليق المثبت للأهمية ومن فضلكم تابعوني على التيك توك والرابط في التعليق المثبت أسفل الفيديو وللضرورة لاحتمالية غلق القناة لأي سبب وأنا قلت لكم ما عنديش مضايقات يعني أد كده ولكن من باب الإحتياطي مش أكتر من كده الرابط أسفل الفيديو أي حال وجزاكم الله خيرا خليني بقى أنتقل إلى الموضوع اللي حاصل نتنياهو يقتل الجنود أول شيء عايز أفهمك شيء مهم جدا هما أن الصهينة عندهم قاعدة أن الجندي المقتول خير من الجندي المأسور دي القاعدة والقاعدة دي طبعا فضحتهم فضيحة جمدة كمان إزاي هما يفضلوا أن الجندي يكون مقتول ده الوقتي كمان ظهر عليها دليل عملي إيه هو في الحقيقة أكثر من دليل الدليل الأول أنه هما بيركزوا على ضرب غزة بشراسة كلما ظنوا أن في منطقة يعني يختبئ فيها الأسرة وكده فبيضربوا بشراسة أكثر وطبعا بيجوم معلومات من تحته المعلومات من المساد ومن المخابرات الأمريكية وعايز أقول لك أن أعضاء المساد وأعضاء المخابرات الأمريكية في نهاية المطاف ولاقهم لأمريكا مش ولاقهم لإسرائيل ولازم تعرف أنه عضو المساد أو عضو المخابرات الأمريكية مش دايما يمرر معلومات حققية مرات يحجب معلومات حققية ومرات يمرر معلومات غير حققية حسب مصلحة الدولة العميقة في أمريكا يعني هما ما عندهمش ولاق باختصار إنما بينفزوا مخطط العصابة الكبيرة اللي في أمريكا وما تنساش أن أنا قلت لك قبل كده أن كل الجرائم اللي بتعملها إسرائيل هي بأمر أمريكي يعني إحنا صح نبغض إسرائيل بسبب هذه الجرائم وبسبب الاحتلال وبسبب تاريخهم الأسود لكن الناس بتنسى أن كل الجرائم دي هي في الحقيقة بأمر أمريكي وجرائم أمريكية يعني أمريكا تدعم إسرائيل وفي السر تأمرها تقولها استمر في الجبروت والإجرام والسفالة وفي العالم تتبرأ منها وتقول إن إحنا عايزين نضمن المدنيين وسلامة المدنيين ويتباكوا على المدنيين ده اللي أمريكا بتعمله مع إسرائيل وده اللي أمريكا عملته مع الإمارات على فكرة في ليبيا أما كانت بتورد المرتزقة الإمارات ما كانتش تقدر تمشي أصلا عشرة كيلو متر في البحار وهي بدون حماية أمريكية الإمارات كانت بتعمل كل الشغل ده في الوجهة الإمارات وفي الحقيقة هي المخابرات الأمريكية يعني برضو ترجع وتجد إن أمريكا فعلا رأس الشر في العالم بس هيك منها بتتسطر مرة في الإمارات فالناس تكره الإمارات مرة في إسرائيل فالناس تكره إسرائيل مرة أو أقول عشر مرات في ولاد سعود فالناس تكره ولاد سعود وطبعا مرة في عدوه مئة مرة في عدوه الله السيسي ولكن الناس تكره السيسي وتنسى رأس الأفعى وأمريكا بترتكب الجرائم وتتسطر خلف خلف الناس اللي بيرتكبوها وطبعا في السكة بتضطر إن هي يعني بتعمل عملية تجميل عملية تجميل إزاي يعني في السكة ركز معايا عشان أشرح لك النقطة دي وأخلص منها وأوعى تنام مني عملية التجميل في السكة دي تسيدي زي كده تاجر المخدرات اللي هو في الحقيقة بيتسطر من الناس وبيظهر قدامهم إنه هو الرجل اللي رايح جاي على المسجد والرجل اللي بيصلي والرجل اللي بيتصدق على الفقراء والرجل اللي هو رجل الإحسان وكذا وهو في الحقيقة من تحت خارب الدنيا وهو تاجر مخدرات وبيع مخدرات وبيضمر الشباب وبيخرب الدنيا أمريكا بتعمل نفس الشيء بتتجمل بس الوقتي المساحيق التجميل ما عادتش تجيب حاجة مع الأمريكان لأنه مرات يقول لك ديمقراطية وعدالة وتيجي تشوف المعايير بتاعته مزدوجة وياكل بمكيالين وقصته حزينة فيعني خلوني أخلص من موضوع أمريكا دي أقول لك النفاق ده العنوان الرئيسي الجامع الشامل لكل التصرفات الأمريكية أرجع بقى لموضوع إسرائيل وموضوع نيتنياهو يقتل الجنود بتوعه أول شيء عايز أقول لك شيء مهم جدا أنه القتلى من الجنود الصهينة اللي بيتم الإعلان عنهم عدد قليل بالنسبة للقتلى الحقيقيين وعلى ما يبدو استنتاجا أن هناك يعني ألاف المرتزقة دخلوا بالفعل وخبرا فعلا وزيع فيه على المواقع التواصل الاجتماعي ودي تسريبات غالبا من المخابرات التركية أن أمريكا نقلت الآلاف من البي كي كي ومن البي وي دي ونقلوهم لفلسطين عشان يقتلوا حماس بيهم وحتى المخابرات الإيرانية عملت تسريبات مشابهة يعني الوقت الفضائح بتطلع فالخلاصة لما تسمع أنت أن فيه مثلا قتل صهينة واحد تعرف أنه صاده على الأقل من المرتزقة عشرة عشرين ممكن حتى أكتر من كده واحد يسألني أقول لك ابتل لطيف أنت بتحكي لنا القصة دي ليه أقول لك عشان أبني لك عليها إزاي الكلام ده وهو النتنياهو طبعا عايز أنه هو يسطر عملية المرتزقة وعايز يخبي أشياء كثير فلما ييجي جندي مأسور هيتكلم وهيتضرب وهيتبهدل لو ما تكلمش واحد يقول لي يا كابتل لطيف حماس ما بتضربش وما بتعملش أقول لك لحد الوقت نعم لكن أما الموضوع هيكون فيه انتزاع معلومات مهمة تحافظ على الأنفس وتفضح العدو مش هيبقى فيه رحمة لا من حماس ولا من غير حماس وهو الخبيث اللي هيقع في قديها هيدرك هذه المسألة ونقول لك من أول ضربة ألم وحدة أو من أول ضربة عصاية وحدة هجيب كل اللي عنده القصة دي كلها أنا قلتها لك عشان خاطر أبرهن لك أو أوضح لك أن النتنياهو عايز يموت الجندي ده قبل ما يقع في يد حماس وبعد كده يطلع فضايح وبعد كده يتسبب في تشقق الجبهة الداخلية عند الصهاينة أكثر مما هي متشققة وبعد كده يتسبب في إحراج أمريكا وبعد كده يتسبب في معلومات تغير مفاهيم أو تصحح مفاهيم عند المخابرات المعادية زي الصين والروس وكده المعلومات بتبقى مهمة جدا والمعلومات اللي هتنتزعها حماس أو هو يقدمها بدون انتزاع هذه المعلومات يا أبو الشباب هتكشف عورة الصهينة ومش كلها هتطلع لنحن المعلومات اللي هي شديدة الأهمية طبعا هتحتفظ بها أجهزة المخابرات وحماس وغيرهم لكن احنا المعلومات اللي هتطلع لنا معلومات التشهير وفطح النتن وفطح الأمور دي لكن الدهليز بقى والأركان دي ليها نسها ودول أجهزة مخابرات كبيرة ومتخصصة حتى لو افترضنا أن حماس هتلتزم بأخلاق الحرب ومش هتعذب ولا هتعمل الأمور دي أنا أقول لك النتن ياهو نفسه مش هيضمن المسألة دي هيقول لك لا ده عند الجد يحصل تعذيبه كده لأنه هو يتصرف بناء على مفهومه هو وبالتالي هو عايز الأضمن الأضمن إيه الأضمن أن الجندي ده يقتل فعشان كده هو بيقتل إيه الجنود دي اللي هي لبسها بدلات صيونية ولكن على الأرجح أن أغلبهم ما همش صهينة إنما مرتزقة وعلى فكرة فيه خبر كمان متداول على الإنترنت إن فيه 11 دولة أوروبية أرسلت كوماندوز من عندهم للقتال مع الصهينة وطبعا الدول دي أرسلت هذه المرتزقة مش من أبنائهم عشان المجتمع في الداخل ما يهجش عليهم وعشان خاطر إنهم لما ينكروا يقول لك إحنا ما أرسلناش حد وبالتالي محدش يقدر يزبط عليهم ومحدش يقدر يزبط إن السياسيين بيكذبوا ومحدش يقدر يزبط عليهم هذه المسألة فبتعمل الدول دي يعني دولة زي فرنسا عمالة الوقت تدين وتستنكر على إسرائيل وفي السر تبعت لها مرتزقة والمرتزقة دول مش فرنسيين أصلا أو فرنسي ضايع خالص فرنسي مثلا مجند جديد فرنسي من المتعاقد من الجيش الفرنسي متعاقد معه ولا لي أهل ولا لي أي شيء وكذا وما يموت يروح في طي النسيان أجهزة المخابرات بتبقى عاملة ملفات للأشخاص اللي زي كده وعرفة تقدم مين لراحة المعركة وبتعمل أولويات مين اللي هيتقدم لراحة المعركة ومين اللي هيتسئل ومين اللي هيتسئل عنه ومين اللي هيروح في طي النسيان وممكن نتكتم عليه يعني فيه شغل جامد في الموضوع هذا فالخلاصة أهم شيء عند النتنياهو أنه مفيش صهيوني يتأسر وبعد كده بيحقق فائدة كبيرة جدا خد بالك ثم خد بالك ثم خد بالك من الفائدة اللي جاية لأنها مهمة جدا إيه هي هو بيطبق قاعدة اقصف الآسر والمأسور إزاي الكلام ده يعني هو كده مش بيلاقي جنود الزنق فبيبدأ يضرب فيهم لا بيلاقيهم بيستسلموا فبيضرب فيهم ويضرب فيهم امتى لما بييجي فعلا حد بقى من جنود حماس يبدأ ياخدهم وسيطر عليهم وكده وتيجي الطيارة المسيارة تروح ضرباهم هما الاتنين بقذيفة أو كده فيبقى هو حقق أشياء كثير حقق ثلاث منافع المنفعة الأولى اللي حققها أنه هو تخلص من الأسير بتاعه وحوله إلى قتيل المنفعة التانية اللي حققها أنه هو قدر أنه هو يقتل أسد في الميدان والنقطة التالتة اللي حققها أنه بيبث الرعب والزعر وبيعمل ردعة لباقي الجيش الصهيوني اللي بيفكر أنه هو يسلم نفسه وطبعا بقى فيه الناس اللي هي في وسط الجيش اللي هما المرجفون بقى اللي هو شغل المخابرات بيشيع في وسط الجيش الصهيوني أن اللي بيسلم نفسه بيتم قصفه بالخطأ طيب ليه بالخطأ؟ عشان ما يخوفهمش يقولك الجيش بيخصف فينا يقولك بيتم قصفه بالخطأ لأنه هما أول ما بيشوفوا حد مأسور أو كده بيتوقعوا أن ده حماس وده فريسة سهلة وده مش عارف إيه فبيقتلوه يصير اللغط المهم أنه هو يستقر في نفس الجند الصهيوني أنه هو لو سلم نفسه هيقصفوه بالطيران وبدون من نتنياهو يصرح بشكل صريح ولا المخابرات يصرح بشكل صريح والموضوع يفضل ماشي في هذا الاتجاه طبعا الكارسة اللي هي ظهرت بقى أن نتنياهو بيقتل بيقتل جنوده بناء على قانون هنباعل اللي أنا قلته لك ده قانون قديم يعني هو يعني مشرع من زمان بس تقريبا أول مرة عدو الله نتنياهو يستعمله في هذه المعركة بسبب أن المعركة اشتدت بشراسة ومش قادر يعمل أي حاجة وعمل زي الفر اللي وقع في المسيضة ومش عارف يروح فين وبالتالي بيستخدم أقصى ما عنده أنتقل بقى إلى موضوع مستشفى الشفاء ومجمع الشفاء طبعا من الخطأ أو من الاستهبال أنه الصهينة يقولوا أن المستشفى فيها قوات لحماس وأن تحتها أنفاق كارسة أنا أتوقع أن الموضوع ده أصلا توريق للنتنياهو وتوسيق لإسرائيل ما أنا قلت لك من لي أسبوع أو اتنين بقولك في الأسبوعين ثلاثة الأخرانين دول عما لأقول لك عما لأقول لك أنه الغرب بيشوه في إسرائيل وبيهدم صورة إسرائيل الديمقراطية اللي هو الغرب بناها في مفهوم المواطن الغربي يعني إحنا عارفين حقيقة إسرائيل من البداية لأن إحنا شربنا المرار من البداية لكن المواطن الغربي ما اعرفش حاجة المواطن الغربي الكل اللي يعرفوا اللي بياخدوا من الاعلام والاعلام بيقولوا اسرائيل دي دولة مستنيرة ودولة ديمقراطية والغرب بيدعمها عشان ينشر الديمقراطية في الشرق الاوسط واحنا ما بنفرضش الديمقراطية على حد لكن المشكلة ان بيجينا منهم ارهاب وبيجوا ناس متطرفة يعملوا عمليات عندنا واحنا بنعمل عملية استباقية والعملية الاستباقية دي سلمية وبنغير افكارهم خاطر نعيش احنا وهم في سلام وامان وعشان خاطر كده احنا بندعم اسرائيل واسرائيل هي المكلفة بنشر الديمقراطية في الشرق الاوسط وبيداروا على الكوارث بتاعتهم وبيفهموا المواطن الغربي هذا الامر فليهم الوقت على الموضوع ده اديه سنين طويلة عشرات السنين من ساعة ما انشأت اسرائيل لحد النهاردة وهو الاعلام الغربي بيبني عقول الاجيال المتتالية على هذا المفهوم وبعد كده جاء النهاردة بقى لما السراع العالمي اشتغل من الالفين وستاشر لحد النهاردة وجد نفسه الوقت خلاص مش هيقدر يدعم اسرائيل هما امريكا والغرب مختنعين بشكل كامل ان هما مش هيقدروا يدعم اسرائيل ومختنعين بشكل كامل ان هما لو تدخلوا عسكريا فده معناه يا ابو الشباب ان هما هيجدوا من ينظم ضدهم جحافل المجاهدين اللي هما العرب والمسلمين وحتى العاجم المسلمين واللي هنظمهم هما الروس والصينيين والاطلاق هما اللي هكونوا رمانت الميزان في الوقت له عشان يعملوا الثقة وبالتالي هما الوقت الغرب يقولك لو تدخلنا بكل ثقلنا المنطقة هتولع والموضوع مش هيسكت عند اسرائيل ده كل البغال حكام العرب هيتساقطوا واول من سيسقط هو عباس الخنزير وبعد كده يا ابو الشباب بعد تساقط الانظمة العربية الروس والصينيين مش هيسكتوا والمسلمين هيكونوا متحمسين وهتكون اوروبا هي اللي في مهب الريح وهتتعرض الى حرب برية ستكون الاوسع في التاريخ البشري كله التاريخ المقروء يعني وبالتالي هما الوقت يعرفين ان هما في مهب الريح يعني المواجهة عرف لو مضمونة تسعين في المية عندهم مش هيقدم عليها هما ما بيفكروش الا في الضمانة مئة بالمئة يعني عملية الغزو اللي الامريكان كانوا عايزين يعملوها على تركيا وكان انور عشكا بيعترف في الموضوع ده وبيمهدل وبيعمل تسريبات كانوا عايزين يعملوا غزو كامل على تركيا وتفككها بمين بدعم الاكراد وبعد كده الاكراد يحربوا ويقتلوا والثمرة تاخدها اسرائيل والارض تاخدها اسرائيل وده المخطط كان ماشي ايه كان عايزين يماشي يعني المخطط على هذا المنوال عشان كده روسيا تحركت بسرعة والصين دعمت روسيا وفهمتها وحركتها بسرعة لان الصين عرفة ان هي الهدف اللي بعديهم يعني سقوط تركيا ثم سقوط روسيا ثم سقوط الصين الصين بقى تحركت ايه مبكرا منتبهت لهذا الموضوع فهم عارفين ان الحرب اللي الغرب كان بينظمها عليهم حرب برية شعواء يعملوا اجتياح للشرق كله الوقت انقلب السحر على الساحر يعني هم الوقت خائفون من حرب برية شعواء تكتاح كل اوروبا لكن هم الوقت يعني الخيار اللي هم عايزين ومش متاح هم عايزين خيار السيطرة مش متاح طب خيار ان هم يبقوا امنين برضو ده مش متاح ليه عم مش متاح ما انت قلت ان المسلمين بيحافظوا على امن الجميع وكده اقولك اه بس دول بقى بالذات الوقت مش هيبقى متاح مش لان احنا مش هنحافظ على امن الناس لا مش متاح لسبب تاني وسبب مهم جدا ايه هو هو ان اوروبا الوقت لو لو ما نجحوش في السيطرة العسكرية هم والامريكان هيبقى هم امام المواجهة العسكرية او الغزو الفكري والتنين اسوأ من بعضهم بالنسبة للغرب والناس اكثر الناس يعني بينظر للمواجهة العسكرية على ان هي الحاسمة اقول لك كلام خطأ المواجهة الفكرية اللي هي على شفافية هي الحاسمة اللي كان بيحصل زمان طول الوقت يا ابو الشباب انه من قبل حتى حرب التلاتين عام من ايام الدولة البيزنطية كان القساوسة بيشكلوا عقول العابدين النصارى ويدللوهم ويحمسوهم ويجبروهم على الحرب والمعركة في سبيل الصليب عشان كده اردوغان الوقت يطلع حتة اخرانية يعني لها مغزة كبير جدا فقال ان حربنا لن تكن ابدا حرب بين المسلمين والصليب انما ستكون حرب بين الحق والباطل ستكون حرب بين المظلومين والظالمين وبكده يا ابو الشباب اردوغان نزع منهم حتة ايه ايدولوجية ممكن يجمعوا الناس حواليها لكن القوة فين القوة في الاعلام هيفهم الناس اللي هناك دي ايه هو ده السؤال هنا بقى يا ابو الشباب في بلاوي سوداء الغرب بفضل يجمع في مسلمين عشان يعوض النقص الديمغرافي عنده عند الغرب لمدة مثلا الخمسين سنة اللي فاتت او اكتر وفي نفس الوقت يشغلهم لكن كان بيجهزهم للأسوأ ايه هو الأسوأ كان بيجهزهم لمحرقة الحرب العالمية التالتة هو الغرب كان يتوقع ان الحرب العالمية التانية ممكن تيجي مثلا في اخر السبعينات في اخر التبانينات كان ده التصور بتاعه ولكن ما جاتش الحرب ووجود السوفيت لحد 1990 عرقلهم وما جاتش الحرب فالموضوع اتأخر بدل ما هوما كانوا متوقعينه 20-30 سنة امتد الـ 40-50 سنة طيب بعد كده ايه اللي حصل اللي حصل انتفاضة الصين يا ابو الشباب والخوف برضو من الصراع العالمي فأجلوا الحرب مرة تانية من 1990 طبعا نقول لحد النهاردة بس مش السبب الصين بس بقى ده الأسباب كتير لكن المصيبة مش هنا فوق دماغ الغرب المصيبة فوق دماغ الغرب بدأت في الـ 2016 بفشل الانقلاب العسكري في تركيا وانهيار العساكر اللي عملوا الانقلاب اللي هما كانوا عايزين يقتلوا اردوغان واللي هما كانوا كلاب حراسة للامريكان وهذا الانهيار ادى الى ان اردوغان هو اللي يسيطر على الحدود وهو اللي يسيطر على الممرات البحرية طبعا واحد يستغرب من كلام ده يقول لي ازاي كابت اللطيف هو قبل كده ما كانش مسيطر اقول لك كان من الداخل مسيطر يعني ابني طرق وابني مصانع وابني مش عارف ايه ده كله كانوا اعتقد الامريكان واتخيلهم هما يقرعونك وقوص الخمر وسكارة ويقول لك خلي اردوغان يبني احنا في الاخر اللي هنقش ونعمل الانقلاب ونأخذ كل شيء ويضحكون وتتعالى الضحكات لكن اردوغان شربهم عصير جزم بافشال الانقلاب العسكري وعمل كده زهلوا فعلا زهلوا زي ما يكون واحد ضرب على دماغه ضرب جمده دخل في غيبوبة وفضل في الغيبوبة ومش قادر يفوق منها او بالاخرى مش عايز يفوق منها عشان يشوف واقع عليم الوقت حاصل بس ده مجغل انه هو يفوق والمفأشي هيتدبح وهيتبهدل وهتبقى قصته حزينة للغاية الكلام اللي فد كله كان لازم اقوله لك عشان احطك في صورة الصراع العالمي خديما وحديثا وتعرف اوروبا وامريكا خايفين من ايه بالضبط هما الرعب عندهم الوقت مش في انهيار اسرائيل الرعب عندهم في امنهم هما يعني انت تخيل اما بوتين رايح غرب افريقيا يعني هيبقى بينه وبين الامريكان اقل من ربع المسافة اللي هو المفروض يقطعها لو هو فرسيا شعلا اقل من ربع المسافة وهيبقى عنده فرصة انه هو يقفز على الضفة التانية من المحيط الاطلنطي الجنوبي وبعد كده يدعم الدول اللي هناك دي ويعمل زحف بري على الامريكان هناك طبعا واحد يقول لي ازاي الكلام دي يقول له المملك مشى كده اصلا مشان اللي بقولك التاريخ اللي بيقولك هما بيقربوا ويتمركز وهم يتمكن بيضرب ضربطه وبعدين يتمركز تمركز احسد يتمكن ويضرب ضربطه والدنيا مشى بهذه الطريقة وقلت لك ان الوقتي الحل عند الامريكان كرسة كمان ايه هو الحل الحل حقيقة مش هيحل لهم المشكلة في شكل كامل لكن هيأجل الكرسة اللي هتيجي على دماغهم يعني هما الوقتي بيختاروا بين الانتحار الفوري ده حل بالنسبة لهم او بين ان هما يعني يأجلوا يعني يأجلوا الانتحار الفوري ويخلوه موت بالبطيء ويه هو طيب هو ان الامريكان والغرب يدعم تركيا في الانتفاض من جديد ويدعم قيام الدولة الاسلامية العظمى سميها بقى عثمانية عثمانية جدد سميها الدولة العثمانية التانية سميها الخلافة الاسلامية سميها الامارات الاسلامية المتحدة انا اعتقد نسميها الولايات المتحدة الاسلامية او الولايات الاسلامية المتحدة كبداية لان الدول هتبدأ علمانية في الحقيقة مش هتبدأ دول يعني على الشريعة وكده وبعد كده الشعوب تنتخب وبعد كده الشعوب تتطور وتقدر انك انت تتفاهم معاهم وبعد كده الشريعة تطبق وبعد كده الإسلام يسود وبعد كده تقدر تسميها بقى إيه الخلافة الإسلامية عنده إذن عموما ده يعني ما تفتكرش أنه هو بعيد أو كده ولا بتاع كلام اللي بقوله لك ده زي ما قلت لك من ثلاث سنين هتحصل حروب في شرق المتوسط وزي ما قلت لك على السودان وأن محدش أمن العساكل والعساكل هيخضروا بحمدوك وبالعالم اللي معاه وزي ما قلت لك 35 نقطة قلت لك عليهم ما تحصل حصلوا فعلا بس أنا ما عنديش وقت أعملك إيه الموضوع شوف القائمة التشغيل بتاع طوفان الأقصى هتلاقي فيها على الأقل خلص عشرة من من 35 دول أو 7 مثلا أو كده فعشان كده لما أقول لك حاجة غريبة ما تستغربهاش أنا لما أقول لك حاجة غريبة ما تستغربهاش وإن شاء الله اللي بقوله لك ده يحصل وفي بضع سنوات يعني مش هولك يحصل بعد 20-30 سنة أنا أعتقد والله أعلم انفضلت الأمور ماشية بهذه القوة أعتقد هيحصل الموضوع ده في بضع سنين يعني من 3-10 سنوات أعتقد ده الموضوع يكون بهذا الشكل والله أعلم عموما شوف القائمة التشغيل بتاع طوفان الغضب هتلاقي فيها من التوقعات اللي أنا توقعتها اللي أنا أقول لك عليهم 35 توقع تقريبا وكان منهم مثلا كمان أن ابن زايد هيهارول إلى تركيا وابن سلمان هيهارول إلى تركيا وهيقبل ويد تركيا وهيحصل مش عارف إيكا حاجات كتير قلتك عليها المهم راجع القائمة وتفرج على الفيديوات القديمة وشوف واحكم بنفسك والسلام عليكم